أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على من بعث رحمة للعالمين أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجا إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أعطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد نوروا قلوبكم بالثانية اللهم صلى على محمد لسلامة مولانا وتعجيل فرجه رحم الله من عادها ثالثة انطلاقا من هذا المقطع من الآية الشريفة نقف عند عنوان من العناوين المهمة والجميلة أيضا وهو عنوان يحبهم ويحبونه وخصوصا في مثل هذه الليالي ليالي القدر الشريفة نجد بأن الإنسان المؤمن يطمح إلى أن يصل إلى مرحلة بحيث أنه إذا دع الله أجابه الله وإذا سأل الله عز وجل أعطاه الله سبحانه وتعالى فكيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة بالبدء حينما نأتي إلى هذه المسألة نجد بأن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن العلاق المثلى التي تربط العبد بربه سبحانه وتعالى يقول بأن هذه العبادة قائمة على أساس الحب بحيث أنه ماذا؟ يحب الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أيضا يحبه فكيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة حينما نأتي إلى الروايات التي تتحدث عن هذا الأمر تبين بأن العبد المؤمن إذا وصل إلى هذه المرحلة فهو أفضل مراحل عبادته لله سبحانه وتعالى روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال إن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله طمعا فتلك عبادة التجار ثم قال وإن قوما عبدوا الله حبا فتلك عبادة الأحرار حينما تكون علاقته قائمة على أساس الحب مع الله سبحانه وتعالى فهذه أفضل عبادة يقوم بها الإنسان المؤمن لربه سبحانه وتعالى وهنا يأتي السؤال كيف يصل الإنسان إلى مرحلة أن الله سبحانه وتعالى يحبه شو أنت الآن لو تسأل أي مسلم تقول له أتحب الله سبحانه وتعالى الجواب الطبيعي شنو؟ نعم أحب الله لما تسأل وهل يحبك الله عز وجل أنت تحب الله؟ الله عز وجل هل يحبك أنت كشخص؟ أو ماذا؟ ممكن نعم ممكن نعم وممكن شنو؟ أقول لك في الله ما أدري العلم عند الله سبحانه وتعالى لكن أنا أحب الله عز وجل في الواقع حينما نأتي إلى هذه المسألة القرآن الكريم والروايات تشير إلى أمور من خلالها يستطيع الإنسان أن يميز نفسه أنه محبوب لله عز وجل أو لا الأمر الأول الذي تذكره الآية المباركة حينما تقول والخطاب على لسان النبي صلى الله عليه وآله قل يعني يا رسول الله قل إن كنتم تحبون الله هذا الإدعاء مصحيح وين البرهان؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وين البرهان؟ قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإذن الله عز وجل جعل أمرا هذا الأمر متى ما طبقه الإنسان على أرض الواقع نتيجته شنو؟ يحببكم الله شنو هذا الأمر؟ الكل يدعي حب الله عز وجل لكن في كثير من الأحيان نجد أن هذا الحب مدعى لا برهان عليه لذلك في أبيات تمثل بها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال تعصي الإلهة وتظهر حبه هذا لعمرك في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه فإذن يدعي الإنسان حب الله عز وجل لكنه للأسف يعصي الله نستجير بالله لا يطيع أمر الله عز وجل يقول أن المحب لمن يحب مطيع لو كان هذا الحب صادقا لكان يلتزم الإنسان بلوازم هذا الحب وهي قضية شنو؟ قضية الاتباع والانقياد لله سبحانه وتعالى وهذه المسألة حتى في قضية حب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين حينما نأتي إلى أناس يدعون حب أهل البيت عليهم السلام وفي نفس الوقت يقول نحن نحب أعداء أهل البيت ما يصير ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لذلك ورد في رواية والله ما أحبنا من كان في قلبه مثقال ذرة من حب عدونا ما يجتمعان لابد أن المحب يلتزم بلوازم المحبة لذلك الروايات حينما تأتي إلى المحب لأهل البيت عليهم السلام كأنها تقسمهم إلى قسمين أساسية مثلا رواية تقول بأن رجلا أرسل امرأته إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها فقال سليها عليها السلام هل أنا من شيعتها أو لا ذهبت هذه المرأة سألت الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها قالت لا ليس من شيعتنا رجعت أخبرت هذا الرجل زوجها يقول فأخذ يبكي قال ويلك ارجعي إليها واستوهبيني منها تعب تعبيرنا خلت قبلني أكون من شيعتها فالزهراء سلام الله عليها في الإجابة على هذا الأمر ذكرت معيار مهم جدا قالت إنا لا نعد الرجل من شيعتنا حتى يكون متبعا لعامة أمرنا ونهينا عيد العبارة لأهميتها إنا لا نعد الرجل من شيعتنا حتى يكون متبعا لعامة أمرنا ونهينا وهو من محبينا وهو إلى خير يعني هذا إن شاء الله محب وحبه لأهل البيت ينفعه إن شاء الله لكن أن يقول أنا من شيعتها لا يبدو أن الشيعي هو المحب الملتزم بلوازم المحبة وهي قضية شنو؟ الاتباع والانقياد لعامة أمرهم ونهيهم نعم هناك أناس خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا هؤلاء إن شاء الله مرجوون لشفاعة النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بل في بعض الروايات أن محب أمير المؤمنين لا يخرج من الدنيا إلا تائبة يقولون في أحوال السيد الحميري شاعر أهل البيت سيد اسماعيل الحميري طبعا هو مو سيد من ذرية رسوله هو حميري لكن ملقب بالسيد هذا الرجل كان يمدح أهل البيت سلام الله عليهم وخصوصا أمير المؤمنين عليه السلام بمداعح كثيرة فهذا لما توفي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ترحم عليه فأحد الأشخاص الجالسين قال يا ابن رسول الله إن هذا الرجل يشرب الحرام أجل الله السلام فكيف تترحم عليه ما كان عاجب الإمام الصادق يترحم عليه فقال له وما ضر الله أن يغفر لمحب علي هذا الأمر ثم أخرج من تحت مصلاة أو سجادة تحته كانت سلام الله عليه كتابا هذا الكتاب كان مبعوث من نفس السيد الحميري إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يعلمه بالتوبة ويسأله أن يستغفر له فقال له إنه مات ماذا؟ تائبا لاحظ تائبا فإذن هذا الإنسان إن شاء الله حبه لأهل البيت سلام الله عليهم ينفعه خصوصا إذا كان حبا صادقا لهم لكن الشيعي هو المتبع لعامة أمرهم ونهيهم سلام الله عليهم أجمعي إذن نعود إلى قضية حب الله عز وجل المحب الواقعي المحب الحقيقي الذي يستلزم بعد ذلك محبة الله له يقول هو الذي متبع للنبي صلى الله عليه وآله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا الطريق الأول وهو أن يسير في جادة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين ثم بعد ذلك هناك روايات تشير إلى طريق أيضا من الطرق التي من خلالها يصل الإنسان إلى درجة يحبه الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث الوارد عند كل فريقين وهو حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى هذا الحديث بهالمضمون واقعا وجاء بعبارات مختلفة بس بهالمضمون قال الله سبحانه وتعالى فيما يروى أنه ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل أفضل شيء يتقرب به إلى الله شنو؟ الفرائض يقول ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه وإنه يتحبب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته لحظة الثمرة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إذا سألني أعطيته وإذا دعاني أجبته شب هنا نحن نريد أن نصل إلى هذه المرحلة بحيث أن الإنسان فيها الليالي بل وفي جميع الليالي لكن أفضلها هالليالي إذا سأل الله أعطاه وإذا دع الله شنو؟ استجاب له أكو بعد أعظم من هالشيء هذا متى يحصل عليه الإنسان؟ يقول هذا إذا أحبه الله سبحانه وتعالى هذا طريق آخر من خلاله يصل الإنسان إلى مرحلة أن الله عز وجل يحبه كيف؟ يقول يتحبب إلى الله بالنوافل لاحظ حينما نقول يتحبب إلى الله بالنوافل معناتها أنه يفعل الشيء الذي نتيجته الله عز وجل يحبه وحينما نقول هو يتحبب إلى الله يعني واضح أن هذا الفعل مقصود به شنو؟ أن يكون محبوبا عند الله عز وجل لنضرب مثال يقرب المعنى كلنا نسمع عن ثواب الصدقة مصحيح؟ حينما يأتي شخص ويتصدق تسأله لماذا تصدقت؟ قد واحد يقول أنا أتصدق لدفع البلاء ونسأل الله أن يدفع البلاء عن جميع المؤمنين هذا أمر راجح أو مثاب يعني أو لا يقول إن شاء الله مثاب ونسأل الله أن يدفع عنه البلاء واحد الثاني يقول لا أنا لما تصدقت قال عندنا مريض نسأل الله في جميع مرضى المؤمنين وقد ورد داو مرضاكم بالصدقة وغيرها من الأمور فالصدقة لها دور مهم جدا في شفاء المرضى يقول أنا كنت قاصل لها إن شاء الله هم يثاب ولنسأل الله في جميع مرضى المؤمنين واحد الثالث يقول لا أنا تصدقت مو بها النية لماذا؟ يقول أنا ورد رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا أملقتم فتصدقوا يعني تاجر مع الله عز وجل لم يكون الإنسان أملق يعني شنو يعني وصل مرحلة أن يده ضيق فقير أفلس بعد يقول له رح تصدق كل أمير المؤمنين أنا فقير رح تصدق يقول إيه لأنها الصدقة تجارة مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى والله عز وجل ماذا؟ يضاعفه أضعافا كثيرا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعفه من يشاء فإذا هو يقول تصدقت بنية شنو؟ رفع الفقر واحد رابح يقول لا أنا أصلا لم أكن ناظر لأي أمر من هذه الأمور يقول لي ماذا تصدقت؟ يقول لي أن الله يحب الصدقة صح أو لا مصح؟ فأنا حينما تصدقت أتحبب إلى الله عز وجل بهذا العمل حتى يحبني واحد يقول يعني السابقين أعمالهم كانت مصحي يقول لا كلها صحيحة لكن هذا لدفع البلاء لا يقدر يقول أنا تحببا إلى الله صح أو لا مصح؟ ففي بعض الأحيان النية لها دور إنما الأعمال بالنيات ولكل المرء شنو؟ ما نوى؟ فأنت ما الذي نويته؟ الرواية تقول يتحبب إليه هذا الحديث القدسي يقول يتحبب إليه فإذا عبادتك حينما تقوم بها خصوصا هذه النوافل المستحبات حط في بالك هالنية الطيبة أنك تتحبب إلى الله تتقرب إلى الله وشي طبيعي إذا أردت أن تتحبب إلى الله عز وجل أخو ما تقدم أي شيء مصحيح؟ لابد أن يقدم شيء جميل يقدم أجمل ما عنده أفضل ما عنده لذلك هذا الإنسان يتقرب إلى الله يتحبب إلى الله من خلال هذه النوافل فإذا تقرب إلى الله يقول هذا لا يزال يتحبب يعني شنو؟ مرة وبعد مرة ومستمر يتحبب فعل مضارع يفيد شنو؟ الاستمرار يعني دائما يتحبب حتى يصل إلى مرحلة أن هذا الإنسان يكون فعلا صادق فإذا كان صادقا الله عز وجل ماذا؟ الله عز وجل يقربه حتى أحبه فإذا أحببته لاحظ إذا أحب الله عبد أن شلو النتيجة؟ قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها شوف أنت الأمور هذه يمكن بيانها قد يكون صعب جدا بالنسبة ل واقعنا لكن نضرب أمثلة تقرب المعنى حينما نقول كنت بصره الذي يبصر به أي أن الله سبحانه وتعالى يجعله يرى بنور الله لذلك ورد اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أضرب لك مثال ثاني من خلال أمير المؤمنين سلام الله عليه وكنت يده التي يبطش بها لاحظ المؤرخون ينقلون في واقعة خيبر أن أمير المؤمنين سلام الله عليه طبعا أمير المؤمنين عليه السلام لما توجه إلى خيبر النبي صلى الله عليه قال وسمه بوسام قال لأعطينا الراية غدا رجلا أول شيء كرار وشيء طبيعي الصفات اللي لازم تكون فيها الرجل ما كانت موجودة عند السابقين لأن كانوا يرجعون ويجبنوا بعضهم بعضا الآن قال لأعطينا الراية غدا رجلا أول شيء كرار غير فرار بعد يحب الله ورسوله بعد ويحبه الله ورسوله يعني هذا الوصف ينطبق عليه سلام الله عليه لما توجه إلى خيبر ما الذي حدث أمير المؤمنين قلع باب خيبر بيد واحدة يا قال على الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع باب خيبر مولانا مو باب بيت باب حصن والحصن حينما يكون له باب مو باب عادي لازم صح؟ يكون ضخم وكبير بحيث يمنع هذا الحصن من أن يقتحم من خلال الباب فأمير المؤمنين قلعه بيد واحدة ودعه رماه أراد أشخاص عدة أن يحملوا الباب ما استطاعوا ألا أن يأتون مستغربين قالوا يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن كيف قلعته بيد واحدة الرواية تقول هكذا قال والله ما قلعته بقوة جسمانية وإنما قلعته بأيد ربانية أيد يعني قدرة إلهية قوة إلهية والسماء بنيناها بأيد يعني بقدرة وقوة إلهية هذا مصداق شنو وكنت يده التي يبطش بها فإذا وصل إلى هالمرحلة بحيث يحبه الله عز وجل الله عز وجل ماذا يجعلهما أكون يده التي يبطش بها ثم ثم إذا سألني أعطيته وإذا دعاني أجبته فهذا طريق من الطرق التي جعلها الله عز وجل حتى يصل الإنسان إلى هالمرحلة وهي مرحلة ماذا أنه يحبه الله سبحانه وتعالى لكن الجميل أنه ليس هذا هو أعلى مقام يصل إليه الإنسان بحيث يكون ماذا الله يده الله عز وجل شنو أحسنت أكو شيء أعظم بعد من ذلك شنو الأعظم ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يقول أنا يد الله مثلا أنا عين الله وحي يقول في الرواية الأولى الله يد العبد الله بصره هنا الأمر بالعكس شنو أمير المؤمنين يده مو الله يد أمير المؤمنين أمير المؤمنين عينه بحيث أنه هو يمثل الله مو الله يمثله وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرت في جنب الله هو جنب الله هلاحظ هنا هذا الأمر يصل إليه الإنسان حينما يصل إلى أعلى درجات القرب والحب من الله عز وجل وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله حينما تحدث عن أمير المؤمنين قال اللهم أتني بأحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطائر حديث الطائر المشوي من الذي جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه في القصة المفصلة الآن أمير المؤمنين مفقط يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بل هو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى بشهادة هذا حديث حديث الطائر المشوي لذلك نجد أن لأمير المؤمنين منزل أرقى من هذه المنزلة التي ذكرت كنت سمعه وبصره بل له منزل أعظم من ذلك صلوات الله وسلامه عليه لذلك هؤلاء الأطار يمثلون الله ولاحظ الآية المباركة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة رسوله يؤذى واضح بشر ممكن أن يؤذى له مشاء الله كيف يؤذى يقول هناك أشخاص ما يجري عليهم كأنما يجري على الله عز وجل لأنهم يمثلون الله عز وجل وهذا المثال واضح حينما يقول النبي صلى الله عليه وقال إنما فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله فمن يؤذي الله أي آذى من يمثل الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الأطهار سلام الله عليهم هم سادة من يمثلون الله لذلك نشوف في زيارة الإمام الحسين نقول السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره لماذا هو ثار لأنه يمثل الله فالذي يطلب بثأره هو الله سبحانه وتعالى وهذا يبين عظم الجريمة التي جرت في مثل هذه الأيام على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه ولماذا جبرائيل ينادي بين السماء والأرض لأن هذا اعتداء على الله سبحانه وتعالى نعم في مثل هذه الليالي اللوعة والألم على أمير المؤمنين محمد بن الحنفية يقول بتنا ليلة العشرين وجلين على أمير المؤمنين سلام الله عليه ما الذي حدث يقول جاءوا بالجراح السكوني لأمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الجراح يريد أن يسبر غور جرح أمير المؤمنين عليه السلام أمر بشاة ذو حتى استخرج منها عرق يقول فجعل هذا العرق في جرح أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد أن يسبر غورها يقول ثم نفخ بهذا العرق وإذا ببياض رأس أمير المؤمنين أخذ يتناثر أن هذا السكوني قال لأمير المؤمنين يا أبا الحسن اعهد عهدك وأوصي وصيتك فإن السيف مسموم وقد وصل إلى أم راسك أيو سيدا وإمام علت أصواتهم بالبكاء والنحيب هو الله الليلة القلوب يجداح الهيب الليلة بن هاشي ممسة بريبة والله الليلة الحسين نحيب حسب الخطر وعلن طبيب هيا والأبوكم يا ساعة فرق هيا 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 جريب وصل الخبر إلى زينة بنات أمير المؤمنين أرسلنا إلى الحسن يردنا أن يرين أباهم وفعل للإمام الحسن أمر الناس أن ينصرف واخر المجلس لزينب جاءت الحور جاءنا بنات رسول الله هنا زينب تنظر إلى أبي وتنظر إلى أخي الإمام الحسين تقل يا حسين يا ولينا يا أخي شلون أبونا وشاف عرق يرش حجبنا جنح لت اليوم زين يقل هيا زين بي حزين والله خبر شخ خبر لا تظهر أبونا هيا ورش والد يرح هيا هيا مند أنا على صوتها بالبكاء توجهت نحو أبي وإذا به ممددا على فراش وقد صفر لو نوع أدقل أبعيد بلاي من دار تنشال والو موح جم جانك ظل هلال يريف لتعمل بك الأمثال والأبو ييتاماك وعيالك ظلت نوح بدمع همال أدقل أبو يومين للمحراب خالي والت فت للسخار وانت الوالي بلوعة بحرقة يحاولون أن يسكتوها يصبروها يصبروها أدقل هم مش كثر بي حلوة الليالي والله عزيز وفرقتا تصعب الوالي أنا أعلى أبوي اللي تشام قلب وتا هبالي أي والأعلب وي اللجب قلب وتا يا 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 هبالي ما ما رعا الغادر شهر الله فيه حجة الله على كل العباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِليهِ رَاجِعُونَ موسيقى